السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم أزول في اللون السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم أزول في اللون أخواتي الله يعطيكم الصحة يا فخامة الشعب يبدو أنه الجمعة 29 أربكت النظام في كل جوانبه حتى في الجانب الدبابي يبدو أن الدباب المسكين بدأ يقبل المستنقاعات بدأت تجف خاصة أن فصل الصيف خرج وينتقوا المستنقاعات لكنهم لم يحبوا يقنعوا بشكل الحاجة هذه أنه في خامة الشعب الجزائري الذين لم يوقفوا رمضان ولم يوقفوا العيد وذلك لم يوقفوا الصيف وذلك لم يوقفوا العيد الكبير ولم يوقفوا حتى فوز المنتخب كأسة فريقية الكرة التي كانت هي المنوم ولا ضروق الذي كان النظام يلعب عليها بشكل كبير ولم يستطيع أن يقوموا ما بالكم أن دركاء جاءت دخول المدرسي ولد الثانويات راجعين الطلبة راجعين لجامعاتهم والحر نزل قليلا يعني يبدأ الجو يكون معتدل يعني يدخل الخريف في الخريف تتساقط الأوراق تجيب المستنقعات تجيب المستنقعات تموت الدوباب وحتى الوشويش وحتى الأحميرة الإلكترونية لأنه لا تكاين حتى أحميرة الإلكترونية تجمعته وتزيد تسقط كل الأوراق وخاصة أنه أوراق الكذب أوراق الكذب أوراق الكذبين وأوراق المزورين تبدأ تسقط نحن نقوم بإنتخابات رئاسية انتخابات رئاسية المسؤولين عليها حاليا يكذبون عليها في وجهنا في 2019 لا يوجد في وقت الحزب الواحد ووقت التلفز الواحد في 2019 وين كان الفيسبوك وين كان اليوتوب وين كان الانترنت وين يعيش في كندا يبعت الي في الجزائر في ثانية والعكس صحيح لا يزالوا يخرجوا يكذبوا علينا كيف لبعض العقال يعني خلينا الساعة نفصله باش ما نقولوش أنه الدباب الإلكتروني هو كل الناس اللي واقفة مع قضية الانتخابات لأنه كان بزاف من الناس حاطين أنه الانتخابات هي كما نقولو المخرج الواحد والله الزواف وحزب فرنسا سيركب علينا مقانعين بها صح ما عليش هذي كان نهزوها من مبدأ كل واحد وعقله لكن نحن يرانا في مرحلة جد حساسة جد حساسة ولما انطلقنا في هذا الثورة انطلقنا بمبدأ أننا لن نرجع إلا في حالتين الحالة الأولى وهي الفوز واسترجاع البلد انطاعنا بلد الحريات وبلد العدالة والبلد اللي يختار فيه فخامة الشعب شكون اللي يمثله في الحالة الثانية هو أيضا فوزنا ونجيبوا دولة مدنية واللي ما تكونش عسكرية وميش بوليسية وخاصة علىها أضفت كلمة ميش بوليسية على الأعمال القادرة اللي قاموا بها بعض بعض كلاب الشرطة نقولها بالكلمة هذه بعض كلاب الشرطة ضد إخوتنا في مستغانم وإخوتنا في باتنا وإخوتنا في مدن كثيرة اللي قمعوهم وضربوهم وعذبوهم فيها حتى اللي قالونا تعذبنا كين واحد كسروله كل كسروله الرباعيات انتاعوا كسروله الرباعيات انتاعوا ما عليش كين رب كين رب هو خارج باش ما تعودش تضربكم بنت شيكوركم بالكف وانتتطيح له الرباعيات انتاعوا إذن هذه الفرصة اللي جايتنا ما نشرا حين نتركوها تروح أولاد ديجول وخطة ديجول يجب أن تسقط جايين يحاربونا بالباديسية والنوفمبرية باديسية والنوفمبرية نحن أولا بها أنتم كما قالت واحد الأخت أنتم لستم باديسيين نوفمبريين أنتم بانديين بلطاجيين أنتم باديسيين بانديين باديسيين نوفمبريين ما عمله ديجول قبل الاستقلال يجب أن تحصل عليه اليوم خاصة وفرنسا خاصة وفرنسا في قمة الضعف وفرنسا أين أصبح رئيس البرازيل يقول لماكرون يقول له كيف تنوض الصباح وكأنك راقد مع دراجون وصل له حتى الفراشو ويعاير له في مرته ووزير رئيس الوزراء البريطاني يضع رجل فوق الميدا كما تعرفون فرنسا وانا وصلت وما زالت تحكم فينا ويخرج واحد يقول لي يحكمني حزف فرنسا عم باكم يا إخوة العقال هذين يقول يمنون بالانتخابات كيف تؤمن بالانتخابات؟ كيف تؤمن بانتخابات؟ قاعد يدير في مجلس في 2019 البارحة في تلفزيون الجزائري اللي يسلكوه بفلوسنا نسلكوه بفلوسنا نسلكوه بفلوسنا تلفزيون الجزائري نسلكوه بفلوسنا يخرج من يقول يخرج من يقول الجمعات 29 كل الشعب ينادي بالانتخابات كيف أؤمن في نظام يكذب عليا في وجهي ونمن ننايف الباطاة على الصندوق نمن بالي وراح يكون نازيف في الصندوق كيف أؤمن في لجنة الحوار والواسطة اللي خارجة تقول تلاقيت بوحدة ستلاف جمعية ستلاف جمعية في أيام وهو نص الأيام ما هي نص الأيام؟ تسعين من الأيام مطروض منها من الأماكن يقول لك أنا درنا ستلاف جمعية وستلاف جمعية هذه ما عفوش قاتلهم والله العلي العظيم كما حسبوها الأخوة لو يجتمع بواحد بجمعية كل دقيقة ما يقدرش يجتمع بهم كل دقيقة يعني هل مستقبل البلد يوقف يوقف ونقل عوحناه اللي هي مستقبل البلد اللي حروه الرجال والنساء اللي ماتوا عليه نحطوه في الدين واحد كما كريم يونس وحايد كما مسؤولين التلفزيون الجزائري وقنوات العارة لهذا البارح قلت لكم الحملة ما تنساوش يا خوتي أنا قلت لكم نسحقه الأسامي تاع هذا الناس رؤساء التحرير رؤساء التحرير الصحفيين هذا الإعلام يا خوتي كله كله نحتاج ونديرون لهم بلاكليست قائمة سوداء باش الشعب باش الشعب خليني نقول هك الشعب يجب أن يعاقبهم هذه الناس يجب أن يعاقبوا من طرف الشعب لأنه هاد الناس عندهم قابلية الخيانة هاد الناس عندهم قابلية الخيانة لا تبنى لا تبنى البلدان بمثل هؤلاء بالعكس كين صحفيين شرافاء زعطوهم كين رؤساء تحرير قادرين على شقاهم راهم برا را ما عندهمش خدمة لكن لأنه في العصر البوتفليقي خاصة أصبح كل شيء أصبح الولاء بالحيس فكل من يؤبوا الخيانة كل من حاكم هذا الأمور هو خائن البلد يجب أن يعاقبوا كين نقول لك يجب أن يعاقبوا يجب أن يعاقبوا نقطة إلى السطر هذا برك باش نعاقب على الهيجان تعدوا باب بعد الجمعة الرائعة التسعة وعشرين اللي كانت رائعة كانت من أروع ما يكون اليوم يا أخوتي رايح نكملو باش نعود ونطالب ونخرجو ونطالبوه يجب أن يتطبق الدستور اليوم سنبدأ في الباب الأول الباب الأول سنقرأ مع بعضنا الفصل الأول والفصل الثاني يعني من المادة ونمشيه في الفصل الثالث بسنمشيه من المادة 12 لأنه مرتابطين شوية من المادة الأولى للمادة 12 ونقنعكم ونقنعوه أكثر مع بعضنا المادة الأول الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزع من الم Isis مهوش يفصل الجزائر او انه لم يترم حooky ديموقراطي ولا حनاه شعبي ريinguém تنطلب العداله ولي تنطلب العداله علي ولا يسمع على الشعب الذي يخرك وقال له انتخابات فهذه أناس ينчит holes ولكننا يقول الإنسان لا يس Kung 유ér 혹시 يالتقسم والذي يجب أن يروحل بطريقة لخرى هذا يمس في وحدة الوطن المدة 4. الاسلام دين الدولة جينا الوحدة الحكاية كائنا اللي محوسين يخرجوا فيها وما اسمه؟ محوسين يديروا فيها لولا كما تقول بما المادة الثانية الإسلام ودين الدولة كائن زوج كائن ثلاث تيارات كائن التي يقول هذه المادة يجب مراجعتها مكان شديد الإسلام دين الدولة نسحقها العلمانية وكائن اللي يقول أن يجيس هذه المادة نشعله فيه النار لأننا مسلمون ولازم الإسلام ليبشي لازم كالا وكائن الناس اللي تقول يا أخي أنا مسلم أنا مسلم لكن نمن بحاجة علمانية علمانية يعني أنه فصل الدولة على الدين ويعني منذ الاستقلال والجزائر تمشي هاك وانايا من رواد هذا الفكر المادة الثانية بالنسبة لي أنها تبقى الآن هل يجوز الكلام عليها؟ هنا نتكلم على الفئة الثانية هل يجوز الكلام عليها؟ لا يجوز الكلام عليها لا يجوز يجب أن نهزه الحاجة بالعقل برك لا يجوز الكلام عليها لا يجوز الكلام عليها لا يجوز الكلام عليها لا يجوز الكلام عليها إذا كانت الأغلبية مع المادة الثانية هذه ستبقى فلماذا نتقلق؟ هنا الفئة الأولى يجب أن نتنحها بمبدأ بمبدأ يجب أن يكون الإسلام دون أخد وعاق وكأن يقول أن نتبقه في الشريعة هنا يوجد الفئة العلمانية وليس متطرف لا يجب أن يكون الذين يشعروا لا يجب أن نتعلم عنهم وكأن ذلك المتطرف ضد الدين ضد الإسلام ولكن ليس ضد ديانات أخرى ضد الإسلام يقول لك أن يكون لك أن نتبقه في الشريعة تقول الشارع عنها و تقول قصة يد السرق و يكون قصة يد السرق و يمكنك أن يكون نحن و لا بس و يكون و يحيا و ليس بركة يده و يتنحى و يتنحى كل شيء يده و رجليه و ليس نخلصه على كل ما يكفي أن نرى هذه الناس الذين أحبت تنحيها بكل الأخر الناس الذين أحبتها تبقى لا يجب أن تدخلوا معهم في المواجهة لا يجب أن تدخلوا معهم في المواجهة يقولوا الصندوق خينتايا معي قدامي قاعد تعيط على ديمقراطية الديمقراطية تمشي بالأغلبية هيا نحطها للصندوق و نرى فطرها لكين تمشي و لا تمشي بكل بساطة لماذا؟ هذه المادة قادرة تلعب عليها القوى الخارجية و خاصة من فرنسا سوف يدخلوا الإسلام الدولة و يجب أن تتنحى و كل ما تتنحى يدخلوا الشارعة و يحكم حزب إسلامي يدخل الشارعة و يدخل بها و يدخل بها عندما تعطي هذه المفخة على هذه المادة سوف يوصلها و يحب لأن المجموعة صغيرة من هذه لأن المجموعة يحبوا يوصلها على تدخل خارجي و من أجل المادة كما هذه كائنين الذين يحبون أن يذهبون إلى المجلس التأسيسي غير علاجة لها غير علاجة لها و هذه المادة جماعة بما أنها مادة صعبة و تلعب على العواطف و تلعب على العواطف هذه المادة قادرين أن نقوم بها ربع سنين أو ثلاث سنين نقوم بها و خاصة الناس الذين تستعمل الأمبليفكاسيون هي تلعب على العربية تتمدلها لكم تعطيها الكثير من الهمية و لكن الناس الذين تريد أن تنحي هذه المادة هي فئة صغيرة جدا مشكلة كيف نتعامل دعوهم يتكلموا أعطيهم يتكلموا و يتكلموا لذلك تسبوا بسجموا و أخذهم يتكلموا و أخذهم و هذا هو يد ديمقراطية ولذلك يقولوا أنهم و يضعوا بها في استفتاء على هذه هذه المادة أنا أرى أن أنا ضد المجلس التأسيسي في مرحلة انتقالية قلوه لأن بالنسبة لك في المواد في الدستور المواد في الدستور سيكون عليها حس كبير ويكون عليها اختلافات كبيرة وين سيأخذوا وقت كبير إذا اخذنا مجلس تأسيسي في مرحلة انتقالية المرحلة انتقالية لها طول ونحبوش انها طول لذلك كان الرؤية انتاعية وربما تكون غالطة وهذا نقاش قولوا لي لها كان غالطة كيف نرى مرحلة انتقالية بشخصيات نازهة او شخصية توافقية تحكم رئاس الدولة اول شيء تعمل به هو تعطيل الدستور هو تعطيل الدستور تعطيل الدستور لانه رايح المهمة انتحها الاولى هذه الهيئة بالنسبة لي الهيئة الرئاسية انها تقوم بانتخابات في مرحلة انتخالية على مدار تقريبا عام اقصى شيء عام اقصى شيء عام هي عندها الحق انها تكون حكومة توافقية تانية حكومة تقنقراطية تعكفاءات تسير شؤون البلاد وتحط بشكل كتاستروفيك ليس بشكل دستوري يجب ان تتبع المعطيات اللي عندها انا كفيش نشوفها انها هيئة انتخابية هيئة انتخابية تحضر تحضر الانتخابات الرئاسية ضركة راح يبقى عندنا مشكلة هو تعطيل الدستور لازم تعطيل البرلمان بغرفته لانك لا تتشرع في هذا العام ستسير حوايج البلاد الوزارات وتمشي احوال الناس بكل بكل سيولية بعد ذلك نروحوا نروحوا هما يسجيوا الانتخابات الرئاسية يضعوا الالتماط يضعوا الوقت اللازم يضعوا الديدلاين يضعوا الديدلاين يقولون مثلا ها هم الانتخابات وين رايحين هاي الايئة الانتخابية ستحضرها يبقى كاين مشكل ما نجمس نحطوا الروحنا فيه والناس ستقول عندنا 48 والي لازم نحاول أن نمتل عصابة عندنا قانون الانتخابات الهيئة هذه ستحضر قانون الانتخابات الظرفي الظرفي لانتخابات رئاسية هي اللي تحط القوانين قلت لكم القوانين يكونوا على مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية كل شيء يكون فيه كتاستروف يكون لازم للظرف الحالي لانو حطونا هما في المرحلة انتقالية بعتونا لها كون ما عفسوش على الدستور في العهده الثالثة وفي العهده الرابعة وفي العهده اللي كانوا رحيل لها الخامسة كونوا ما نوصلوش لهذه إذا هذا العصابة بكل أصنافها حتى العصابة اللي مزالت الآن وتقول انني نحارف في العصابة هي عصابة كان كان لازم تخرج لما يدير الانتخابية وش يعمل عندنا 48 والي وعندنا البلديات وقانون البلديات يقول بالرئيس البلديات هو اللي يحط المراقبين وكذا وكذا هنا عندنا مشكل كبير ينحيو 48 والي بهيئة الرئاسية وهذا بالنسبة لي عمل كبير لها عمل كبير لها أنا بالنسبة لي الوزارات الكفاءات هي اللي تتكفل بتسيير البلاد بما فيها وزير الداخلية يتكفل بالولاد بدون تغييرات الجدرية باش نعرفوا يا جماعة انه لازم نمشيوا لشرعية قبل لكن مراقبة الانتخابات تكون عن تاريخ وكيل الجمهورية لكل مثلا مدينة كبرى ولاية 48 ولاية وكيل الجمهورية يهز الفرقان تاعو يهز على عدد البلديات اللي عندو مثلا يهز يعين مثلا سواء سواء وكيل جمهورية سواء قاضي سواء محضر قضائي على البلديات ونزيد ونعملوا فيهم نعملوا فيهم المحامين ندخلوا المحامين ندخلوا سلك القضاء راح تقول لي سلك القضاء راح فاسد هنا لازم نفصلوا الأمور هنا ناس بكل تعرف القضاء اللي كانت تعمل في المجلس الدستوري اللي كان يزور اللي كان يزور الانتخابات عندنا فقط أننا نزيح هذا الناس ونجيبوا ناس حتى وفاسدين عندكم لما نقولوا فاسد القضاء أو فاسد في مجال القضاء يعني نجي هنا مظلوم يدخني للحبس ويخرج الظلم لأنه الظلم يدعط له فلوس لكن عمره ما دخل في الانتخابات وخلطه كده معليش معليش احنا احنا لماذا تظلم هنا؟ نسامحوا 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 لما ومن بعد نعطيه الحق هذا الهيئة الانتخابية كي تحط قانون انتخابي ضرفي تقول مثلا مراقبة الانتخابات حق حتى على المواطنين المواطن مثلا اللي مثلا مثلا دخل دخل بمبيتور للانتخابات الرئاسية أنا يعجبني بمبيتور مثلا يعجبني بمبيتور يعجبني بمبيتور ونقول اه سأكون مراقب هنا في كندا بالنسبة لبمبيتور دخل الابراهيمي يقول انا نكون مراقب ليه فاهميني كيف يمكن أن تكون مراقبة الانتخابات وتكون مراقبة ومراقبة الصناديق بكل شفافية ونجيب رئيس لما نجيب الرئيس لازم الهيئة الانتخابية نضع لأحدا من الشروط انتاعه أنه في العام الأول سامحوني العام الأول نضع عهدة الانتخابية يمشيننا في مجلس تأسيسي في العام الأول لازم يبقى كلنشي مجلس تأسيسي ونجب أن يكون أنه انتخابات برلمانية قبل وانتخابات بلدية قبل يعني قبل المجلس التأسيسي قبل ما نحطوا نخيروا صح دستور نكونوا احنا كجزائريين في الجزائر الجديدة عملنا تجربة ديمقراطية بتلت مرات انتخابات رئاسية المرحلة الانتقالية تجربة في حد ذاتها يعني نعيش ونتعيش معها معها هي تجربة كبيرة في حد ذاتها بعد ذلك انتخابات برلمانية انتخابات بلدية وندخلوا في مجلس تأسيسي ويعودوا كل الشعب الجزائري حافظوا الدستير حافظوا قوانين الدستير وعارفوا على ما يستفتي ولما يستفتي على دستوره اللي رح يديروا المجلس التأسيسي ويسادق عليه على باله على باله بالي ورايح يستفتي على حاجة نازيها والتمة لما ندخلوا في مشاكل حكمنا على جهال مثلا على جهال الدين الإسلام دين والدولة حكمنا مثلا عامين ليس مشكلة يعهدها انتخابية يعني أمورنا ما تحبسش كذا ما تحبسش ليس ندخل البلاد في مرحلة انتقالية وقدرها تروح تلسنين وقدر الأيادي الخارجية تعصح فرنسا وكذا تحب تلعب لك على مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية جد حساسة يعني تكون الناس بكل النسورة قاعدة تطير علينا فلازم نتفاديوها بكل بكل ما اوتينا من قوة باش نمشيو كي تعود مشاكلنا كبيرة في المجلس التأسيسي نخليها في عهداء انتخابية رانا في نص الجزائر ورانا نتعاركو عليها بينا زيتنا في دقيقنا ما يخرجوه العالم بكل يتفرج معنا ام رحين يديرونا ام رحين يجيبونا داعش وهكا يبيعوها جماعة ام رحين يجيبو لكم داعش الفيس رح يقولي والثورة المضادة عن بلكم يروحوا يتفاوضوا مع البيعين الفيس يقولون مرواح و مرحين يردوكم وغدوة الناس اللي حبست انتخابات نازيها في 1992 اللي جاء على جال الفيس على جال ان الدولة حتولي ارهابية غدوة يجيبلك الدولة يجيبلك حاجة اخرى اسلاموية و يقول لك يريح تولي مدنية او علمانية وكان تاني واحد المفهوم انه كان ناس حط المدنية هي العلمانية ما عليش نجيوها في وقت اخر نكملوا اخر المادة الثالثة اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية تضل العربية اللغة الرسمية للدولة شكوه اللي ضدها هذه كائن لبعض اللي ضدها مايشي مشكلة يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية يكلف المجلس الاعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة اليها لهذه الغاية تبقوها هذه المادة تبقوها هاكو تضحكوها المادة الرابعة تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية عبادكم لما تكون في الدستور يقول لك حاجة هي لغة وطنية ورسمية يعني انه واحد لما يخرج يسيبها حسب الدستور لازم يرعاقب لكن احنا نشوفه اخوتي اناس خرج واحد في البانيل انتحهم قال لهم جايب لي اللغة على الزول ويقول لي كذا وكذا هو من قصنطينا من بلادي واحد لنرغمانك جابوه قال لهم والتي راح تحكم فيها الزول انا يا واخرك دا وطا طا وهي في الدستور تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية يحدث تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية يعني اذا كانت شاوية او قبيلية او ترقية او غير عبر التراب الوطني يحدث مجمع جزائري للغة الامازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية لا يوجد فكرة كثيرا عن المجلس هذا لكن يبدو انه يقال انه حاكمه واحد لا علاقة لا علاقة كذيس حتى اللي يجيبوه يعمل باش يطور حاجة للجزائر يجبوه من القبائل ويجيبوه من ساعدها يطور حاجة ثم ويجيبوه من قبيل او قبيل ويعطوهم او لدينا قبيل ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقي التمازيق قصد تجسيد وضعها كاللغة رسمية فيما بعد بينما في المادة الرابعة هي لغة وطنية ورسمية تلاعب بالألفاظ تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي المادة الخامسة عاصمة الجمهورية مدينة الجزائي المادة ستل عالم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة 1 نوفمبر 54 وهما غير قابلين للتغيير الدستور واضح في هذه الأمور لماذا لا نقلقكم لتسميوها عالم الفرشيطة رأيت أدمغتكم رأيت أدمغتكم أخرجوا أنتم ثاني تطبيق الدستور تطبيق الدستور بحداثيرهم هذا الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية على فكرة في بجاية وتيزي وزو نسمع نشيد وطني لا نسمعوش في مدن أخرى في هذه الأيام تحت الثورة والله العظيم نسمعوه بالمقاطع الأربعة ولا الخمسة نتاعو لا نسمعوش في مدن أخرى في مدن أخرى فيها متطرفين عروبيين لا نسمعوه هذا الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمراء اللون النشيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعه يحدد القانون خاتم الدولة الفصل الثاني الفصل الثاني يا جماعة الشعب أجمعه خيحنا طبقنا المادة ميوزوج أدرك القيد صالح قاعد يقول لنا نديروا الانتخابات هذه الانتخابات وماذا من المادة؟ يسننا نكملوا الساعة نتبقوا الدستور كما قلتنا في الأول ومن بعد ذلك نذهبوا الانتخابات الآن حلوا ودنيكم حلوا عينيكم وسمعوني المادة السابعة دباب اسمع الشعب مصدر كل سلطة السيادة الوطنية ملك للشعب وحده عاود لك السيادة الوطنية ملك للشعب وحده للشعب وحده وهنا جماعة في هذه الفرسيون نكتب فخامة الشعب ملك لفخامة الشعب وحده واروح ما فهمتوهاش نعاود لكم المادة السابعة الشعب مصدر كل سلطة يعني كيقول الشعب ما كانش انتخابات يا وبلاجدك ما كان انتخابات وكيقول الشعب يسقط فلان الله فلتان يسقط فلان الله فلتان السيادة الوطنية ملك للشعب وحده لا لغيره السيادة الوطنية ممارسة السيادة الوطني المعنى الشعب هو صيد Safety في الم متاعب لا يأتي حتى أحد يستعبده لا يأتي حتى أحد ينعتل لا يأتي حتى أحد ينعيش في فرنسا ينعطوه كمير بحش مع ابن فليس يأتي اليوم لا يعرفش ينعي جملة باللغة العربية والله باللغة الأمازيغية يأتي يفهمني يأتي نعتلي يقول أني لقيت 5000 جمعية وهو ما سوف نقول لكم تنعيش يا الله لا تنقل حاجة إلا برأي الشعب المادة الثامنة سمعون ماذا تاني هذه السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها الشعب يحوس يختار من يحكمه يعني يختار من يمارس السيادة يوكلها للشعب الشعب يوكل هذا الناس بواسطة المؤسسات سوى التشريعية تنفيذية أو حتى القضائية يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ممثليه المنتخبين هو اللي خيرهم ما يخيرهم لوش الكازرنا ما يخيرهم لوش لجينيرو ما يخمرهم لوش الإمارات ما يخيرهم لوش فرنسا ولا غيره لرئيس الجمهورية أن يلتج إلى إرادة الشعب مباشرة نحن لا يوجد رئيس الجمهورية حاليا ما هو الرئيس؟ نحن لا نملك رئيس رئيس خلعناه لأنه خاننا خلعناه لأنه خاننا وخان الشعب وخان عهد ما هو الرئيس؟ بالنيابة هو فخامة الشعب المادة التسعة أجمعوا سمعوا مليح الفصل الثاني هذا سمعوا مليحة أقول لكم الجمعات الجاية وخرجوا ونقولوا طبق الدستور طبق الدستور المادة التاسعة يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي يختار الشعب لنفسه أن ينعاود باش الناس اللي ميش فاهمة تفهم اللي ميش حابة تدخلها في دماغها يختار فخامة الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما وإذا كانت السيادة يعني المؤسسات هذه وش خدمتها إذا كانت السيادة هي في الأصل يمارس الشعب سيادته بوسط يعني السيادة للشعب فبالتالي فانه المحافظة على السيادة فهي المحافظة على السيادة واستقلال الوطنيين ودعمهما المحافظة على الهوية والوحدة التواصل الوطنيين ودعمهما هذه اللي مني نفتلاحش معه يعني اللي لازموا يمارس سيادة الشعب لازموا يحمي الوحدة والهاوية بينما خرجوا ناس باش يفرقونا حبوا يفرقوا الشعب يفرقوا وحدة الشعب يعني من يفرق وحدة الشعب فهو خائن الخائن وين هي بلاستو؟ سواء في الحراش أو الإعدام أو يروح يخطينا وهذا أضعف الحلول المحافظة على الوحدة والدولية حماية الحريات الأساسية للمواطن من بين الحريات الأساسية للمواطنة جماعة هو التظاهر السلمي من بين الحريات وانا نجيه من بعد وكين نفصل اسمه حريات من بين الحريات التعبير على كل شي حب من بين الحريات انه يستعمل كل الوسائل التلفزيون والجرائد والأنترنت باش يعبر عن رأيه بدون مراقبة حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ازدهارها عم باكفة ازدهرنا ازدهرنا في اختراع طرق الحرقة ازدهرنا في اختراع كيفيات وتطوير تطوير كيفيات الحيث وتشيات اختراعنا احسن شيتة عالمية اختراعنا ناس يفتخروا انهم انا هو اكبر شيات ترقية العذالة الاجتماعية هذه من شرحهاش لان هذه توجعني انا كنجي نشرحه القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية تشجيع بناء اقتصاد متنوع على هذه كانت اخرجت من سراسي ان شاء الله بعد الاستقلال انهزوا على ظهري لكي هذه المادة تتطبق صح القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية صارت لهم كما مساكن نحيلوا لحيتوا وانا نروح نضفر بها نحيلهم مشكاين تحت الارض نتحم ونعيشوا بها في الشمال ويسرقوها ولاد السراقين تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية هذه في حدداتها يمكن اننا نحاكمهم كلهما في محاكم عامة في محاكم في الساحات العامة هادع لجل هذه يمكن ان نحاكمهم في الساحات العامة يا الاخوة لانهم شوفوا لم يشجعوا بناء الاقتصاد المتنوع ولم يثمنوا قدرات البلد الطبيعية اصبحوا يحرقوا في الغابات ويخمجوا في المياه الجوفية في الصحراء والبشرية والعلمية بعدما أصبح البشر يلوحوا روحا في البطيات وأصبحوا العلماء يحرقوا المحددة التي تخبرتهم لأن هناك أحد لدينا الساحرة ولم يحرقوا المترجم للخصوات ويحرقوا في البطيات نفسي ولم يمكنك ان يصبح الانسان يجعل أحسن بلاده في طبيعاته لا يصل به لم يحرق الأمم وما بعد على بابه وخارتي وجيراني وارضي وطرابي كلنا حراكة كلهم مبارك مسكين كلهم اجابت واحد يحرق بك وارضة واحد يحرق بك وارضة نزيدوا سمعوا هذه حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب عندما تسمع انك عندك زوج رؤساء وزراء في العهد حامل حرامية في السجن تسمع انه مديرين دركة فارق كوراوي من الوزراء السابقين تعرف بللي رؤساء برلمان كانوا راهم في السجن تعرف بللي رجال اعمال يتحكموا في الاموال تقناق اللي في البنوك راهم في السجن انت حماية الاقتصاد؟ حماية الاقتصاد؟ انت حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب؟ كي راح تلف وربعمية مليار وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت يا القيد صالح؟ وين كنت؟ او الاختلاص او الرشوة او التجارة غير المشروعة او التعسف او الاستحواد او المصادرة غير الشرعية ما نزيدش نشرح لانه جعني قلبي المادة العاشرة لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما يأتي سمعوا مليح لما نقولوا لا لا نهي لا لا نهي كي يقولك لا انا باكم في القرآن مثلا كي يقولك لا تعمل يعني اذا عملت رأو حرام لا نهي في القرآن مثلا اذا قالك يا يا بني ادم لا تفعل كذا فانو اذا فعلت واتيت هذاك الامر فهو حرام يعني اذا يقولك لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما يأتي فهي رايحة تأتي عملت خيانة على الاقل مش ما نقولوش حرام الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية واش نقولو في هذه نزيدون نشرحوها لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما يأتي واحد الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية اقامة علاقات الاستغلال والتباعية واللي نتابعين للامارات يا دين يا السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر اريد أن أعودها السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر نهزلكم مثالين برك عم باكم باللي المير هذك اللي حكموه يبتزف النساء بش يعطيوهم السكنات هذك عم باكم باللي ردوه العمل انتاعه اما قيم ثورة نوفمبر انتم الشاهدين انتم انتم الشاهدين أنا خاطئ يا سيدي لا نجاوب على هذه المادة 11 سمعوا بلي الشعب حر في اختيار ممثله لا حدود لتمثيل الشعب إلا بما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات معنبيكم وش نص عليه الدستور ونص عليه الدستور وقال لك الصيادة الوطنية ملك للشعب وحده المادة 11 نعودها الشعب حر في اختيار ممثله ونعود نرجع للذيباجة الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على البقاء حر لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون انتخابات الفصل الثالث الدولة المادة 12 تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها اجمع وجودها سبب وجوده وسبب وجودها من إرادة الشعب شعارها بالشعب وللشعب وهي في خدمته وحدها نحمس هنا في المادة 12 جاوبوني على سؤالي بركي تخرجوا يعني قررنا الدباجة وقررنا الباب الأول الباب الأول والفصل الأول والثاني وشوية من الفصل الثالث تخرجوا وتقولوا يلقى يتطبق للدستور لا تقولوش جاوبوني بي ناعم والله لا وحاجة ثانية خوتي لا تنسوش تبعتوا لي أسامي الناس المجرمين اللي قاعدين يزورونا يزورو في إرادة الشعب والشعب قاعد يخرج العالم بكل بارح تلاقوني الناس صحفيين رحين يكتبوا ذي أرتيقل الجزائر قالوا لي تسمراهم بارح تلاقوني الناس بارح تلاقوني الناس بارح تلاقوني الناس لذلك اللي حتى كانوا الـ 25 تعال الشروق تعال النهار تعال البلاد تعال الميديا تعال زير نيوز تعال الجزائرية تعال زير هذه واحد وما بارح تلاقوني البرح كتبا كتبا دارت 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 استفتاء وقالت هل تروحوا الانتخابات ولا ما تروحوا الانتخابات ومزورتوا في السيد المتاحة كاي 90% تلاقوني يزورونا دوركم حاوسين نروحوا الانتخابات مزورة قبل أن تبدأ سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائر العظيم والله العلي العظيم رؤية لانتصارنا كما ترونني الآن ترونني الآن وسمعوا يدوبا كما ترونني الآن اليقين بالله هذا يسميوها لأنه عندنا ربي أما أنتم تخافوا من العصا والرونجاس الحسو الحسو الرونجاس والحسو العصا أما نحن فوالله لن نبدل ولن نغير حتى ننتصر سلام الحرار